من جانبه واجه الرئيس الوزراء الأردني بشير الخصونة الشكرة إلى مصر على جهودها من أجل توصل الوقف في إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لقطاع غزة وخلال المؤتمر الصحفي المشترك قال رئيس الوزراء الأردني أنه نقل رسالة شفاهية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للرئيس عبد الفتاح السيسي مفادها التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية تشرفت صباح هذا اليوم بأن نقلت رسالة شفوية من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت بإعادة التأكيد على المواقف المشتركة التي يتبناها جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس المتعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القصري لأشقائنا في فلسطين في الضفة الغربية المحتلة في قطاع غزة إلى أي اتجاه خارج الضفة وخارج غزة وبأي اتجاه لأن هذا من شأنها أن يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفياتها ومن شأنه أن يشكل حقيقة خرقا ماديا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية